يسوع كان يناصر المظلمين والفقراء لم يتكلم بالسياسة ولا في الظلم الاجتماعي ولا لعن بسير في تلك الأيام لكنه رأى الأعمى فاقترب منه لم يتركه وفتح عيني المولود أعمى وفتح عيني الأعمى بارتماوس لقد ناصر الدعفاء وقف مع الزانية في لوقى إصحاح سبعة عندما غفر خطيتها اتهموا بالتجديف ولكنه قال لها اذهبي بسلام لقد ناصر السامرية وكسر حواجز العنصرية بين الشعب اليهودي وبين الشعب السامري لقد أخرج الشيطان من ابنة المرأة الكنعانية في لبنان لقد طهر البرس طهر الهيكل من اللصوص طهر الهيكل من الباع الذين يبيعون ويشترون والذين استخدموا مقدسات الله وجعلوا بيت الله مغارة لصوص والتجارة أيضاً ظلم اجتماعي كان يسود في كل المكان مش بس كانوا تحت العبودية الرومانية ولكن كانوا تحت عبودية الخطية لأنه لما تحدث يسوع مع اليهود في يحنى تمانية فهن ادعوا أنهم أبناء إبراهيم ولكن المسيح صدامهم وقال أنتم من أب هو إبليس لأنه قال من يفعل الخطية فهو عبد للخطية طهر الهيكل لأن المسيح كما قال عن نفسه أعظم من الهيكل أقام ابن الأرملة الوحيد هاي المناصرة الاجتماعية الدين احكي قديش بدك تحكي في الدين بدك تحكي بقوانين نوامي صفرائد وفتاوى دينية هذا كل ما بفيد لا بطعمي خبز ولا بيشفي مرض ولا بيخلص إنسان ولا بيكرم نفسية ولا بيساعد الأرملة ولا بناصر الضعفاء أو المظلمين أو المكسورين أو اللي ضاعت أحلامهم وانكسرت قلوبهم واللي ماتت أولادهم والنساء الأرامل والأيتام احكي ليل النهار وادع من أي منبر وتكلم بأعلى صوت إذا لم تستطع أن تجعل تغيير في حياة الناس علامة سؤال كبيرة على الدين مع كل احترامي ألم يقال أن الدين أفيون الشعوب للأسف مع أن الدين المفروض هو للخير وتغيير الناس وأن الناس تعيش بسلام وبمحبة وبإخاء وبتساوي وكل إنسان بيختار ما يختار يختار دينه بعبر عن رأيه بدون ما يحس بأي تهديد أو وعيد أو قتل كل إنسان مسموح له أن يقرأ الكتاب المقدس لما أنت بتخوف الناس في عدم قراءة الكتاب المقدس بتخوف الناس أنه تحصل على الحياة الأبنية وتعرف الحق لأنه عاوز تضلك متصلة دينياً رح تقف أمام الديان أمام الرب يسوع المسيح فإذن أحبائي يسوع المسيح من خلال القراءة اللي قرأناها خليها كخلفية أنه يسوع لم يضغط عليه لا سياسي ولا ديني ولا اجتماعي ولا حتى التقاليد في تلك الأيام ترجمة نانسي قنقر